ألو من عشرين يوما هو المتبقي من المدة القانونية لتسمية رئيس جديد لمجلس محافظة كاركوك الذي انتخب نهاية العام الماضي ومنذ ذلك الحين تعيش كاركوك أزمة سياسية محورها الرئيس الخلاف على منصب المحافظ عرب كاركوك الذين لم يتمكنوا من تحقيق الأغلبية حالهم حال المكونات الأخرى يصرون على التمسك بهذا المنصب نسعى جاهدين إلى الحفاظ على حقنا الدستوري والقانوني ومتمسكين لهذه اللحظة بمنصب محافظ كاركوك لما شهدته المحافظة من استقرار أمني وتماسك النسيج الاجتماعي والاقتصادي وكذلك تطور البوادر السياسية في هذه المرحلة وأدى انقسام الرأي بين ممثلي الكرد في مجلس محافظة كاركوك إلى عدم توصل الاتحاد الوطني والحزب الديموقراطي الكردستانيين إلى بلورة موقف موحد بشأن الأزمة لكن ممثلهم يؤكدون أن الحوارات بينهما ما تزال قائمة ويأملون بأن تصفر عن عودة منصب المحافظة إلى مكونهم نحن كممثلين لأهالي كاركوك في مجلس المحافظة نرى بأنه يجب أن تغلب المصلحة العامة لكاركوك وأهلها وفق الاستحقاق الانتخابي مع التأكيد على الشراكة الوطنية في إدارة المحافظة وحتى هذه اللحظة لا تزال المباحثات جارية بين جميع الكتل السياسية من جهتهم يرى ممثل المكون التركماني أن الحل يكمن في تنفيذ مبادرتهم بتدوير المناصب بين الكتل الفائزة وفق توقيتات زمنية محددة الزبهة التركمانية العراقية متمسكة بموقفها وهي أن تكون تشكيل حكومة المحلية بين القوائم الفائزة جميعا وأن يكون المناصب الرئيسية من المحافظ ورئيس المجلس ونائبه بالتناوب بين القوميات الثلاثة لحد الآن لا يوجد اتفاق رسمي لكن اللقاءات مستمرة وسنواصل هذه اللقاءات ونحاول تشكيل هذه الحكومة خلال الفترة المحددة وكان رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني قد جمع الكتل الفائزة لحثيها على الإسراع بإيجاد مخرج للأزمة التي طال أمدها ونجحت جهوده في عقد جلسة لمجلس المحافظة تأمل الأطراف السياسية أن تكون مقدمة لحسم الخلاف قبل انتهاء المدة القانونية وفي حال انتهت المدة القانونية دون حسم المناصب الرئيسية فإن الأمر قد يأخذ منح الاستمرار بإدارة المناصب بالوكالة أو الذهاب إلى حل مجلس المحافظة بقرار قضائي يوسف الحسيني الحرة أربيل ترجمة نانسي قنقر